من نجمش منسلكش على رأيك في قرار إيقاف بث خوك من بوك على تلفزة تي في وختيش صدقني يعني معاك اليوم بركة فما لحلق الرابع تعديت من شيء واليوم يخرج القرار بإيقاف خوك من بوك مع الوقت ما عندوش تقريبا أقل من ساعة كيكا أقل من ساعة ساعتين يخرج هذا القرار هاي مع ثمانية وشوية بإيقاف السلسلة ما كنتش عندك علم بالموضوع لا لا ما عنديش هذا أخيرا مؤخرا بعد التشاور واستشارة الممثل القانوني هذا البيانة لشركة إثمار ميديا قررنا إيقاف بث حلقات سلسلة خوك من بوك اللي يبث على قناة التلفزة تي في في تونس للتذكير إثمار ميديا المالكة الحصرية لحقوق ملكية هذا العمل وكل من يدعي غير هذا يتحمل مسؤوليته أمام القضاء شكرا على تفاعلكم الإيجابي وموعدنا قريب هذا البيان اللي هبطت منذ قليل من الشركة المنتجة الشركة المنتجة هي تلفزة تي في وإلا مولة هذه شركة إثار اللي هبطت البيانة إثمار يا ربي إثمار ميديا اللي ينتج العمل قرر إيقاف بث حلقات مسؤولي الخوك من بوك على قليل تلفزة تي في ما أعتقل انهي لازم فهم حاجة واحدة أحكيه شنو الحاجة شنو الحاجة شنو الحاجة محمد ما تلقى بحاجات هذه إلا فلوس فلوس مشكلة فلوس أكيد لا؟ أمتي دورت قاعد تتنبأ أو لا؟ قاعد تعطي فيهم معلومة خبرة هذا اللي موجود موجود في تونس مخاصة الانتاجات وكذا أنا راني مدم بحثة واحد من أبطال العمل مع أنت منتج حتى فلوسهم معتا فيهم وكذا والأسوير في دبي مش سهل غالي معتا هي مريم بن ميمي مش منتجة زادة ولا مشاركة في الانتاج ولا منتجة بنفذة ما هيش منتجة بنفذة الحتيقة والله الجسيات ما تعرش مريم هي اللي كلمت مش واخترحت عليها الدور ووفقته معتا ولكن الكنترام معتا صحرته مع محمد العياري المونتج تسان بيقل وديار قبل ما نبدايه وحتى نصوره ناس كل خذيت خالصي حق خمسين في المئة من من نهار نقاريت ونهار تلفال آخر تسويق آخر دورا متاع كاميرا ثات بديل الانفلوبة متاعي بي فأمني معنا تعالى مريتيج أنا مريتيج متفاجئ بإيقاف متفاجئ بإيقاف العمل ما في بيلي كانت هو وأكيد راولي أسباب مدام هو وقف الشركة هو وقف البث المسلسل اللي هو دونك لازم عنده أسبابه والعمل اللي نتواصل أبثه على قناة تلفزا تيفي حسب بيان الشركة المنتجة شنوها شنوها رايك من هذا يعني قاعد يتواصل ما فهمتش لا ما هوش بشي تبث على قناة تلفزا تيفي وقف وقفوا ألبث على الحلقات منتظار جديد ما نعرفوش الحقيقة في بيلي أنت عندك المعلومات لا بالكل بالكل صدقني ديما كي ندخل في عملك الجانيبيات الكل تقريبا ما نعرفهمش بخير لا بجملة بيبدأ مخي مرتاح